اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المساء اليمني في ظل الحرب المستمرة في اليمن تبرز تساؤلات عدة حول ما تسعى واشنطن لتحقيقه من خلال تدخلها العسكري ضد جماعة الحسين فمنذ تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية اتخذت واشنطن مسارا تصعديا بهدف كبح نفوذ الحوثيين في المنطقة وسط دعم غير مباشر من طهران لكن ما مدى فعالية هذه الحملة العسكرية؟ وهل حققت أهدافها في ظل تعقيدات المشهد اليمني؟ اليمن البلد الذي يعاني من سراعة متعددة الأقطاب يجد نفسه محاطة بتحديات متزايدة تعقد من إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة فهل يمكن لسلام دائم أن يتحقق دون معالجة جذور الصراع خاصة في ظل تصنيف الحوثين كجماعة إرهابية؟ وما هو مفهوم السلام الذي تسعى واشنطن والعالم الغربي إلى فرضه على اليمن؟ اليمن الذي أصبح ساحة للصراع الإقليمي والدولي يواجه اليوم تحديات كبيرة على الصعيد الإنساني والأمن والاقتصادي قسامات داخلية ومليشيات متباينة تحكم الأرض فما شكل السلام المرتقب على ضوء ذلك؟ هل المجتمع الدولي قادر على صياغة استراتيجية سلام يشمل جميع الأطراف؟ ما هو الدور الذي ستلعبه إدارة واشنطن في مستقبل اليمن والمنطقة؟ وأمام هذا الواقع المعقد ما الذي بيد اليمنين؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش كيف أصبح اليمن بلدا محكوما بصراعات متعددة الأقطاب؟ يسعى المجتمع الدولي لوضع البلد على مسار تسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف اليمنية بمن في ذلك مليشيا الحوثي إلا أن ذلك لا يزال يواجه الكثير من العقابات رغم تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية فإن واشنطن تسعى إلى إقامة حوار متوازن مع جميع الأطراف بمن فيهم الحوثيون لا أحد غير اليمنيين يهمه شكل السلام الذي سيجربه اليمنيون مع مليشيا ذقتهم صنوف الموت لقرابة عشر سنوات وباتت تشكل خطرا ليس على الداخل فحسب بل والإقليم والعالم الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلفائها مثل بريطانيا تقد حملة عسكرية تهدف إلى تقليص الخطر الخارج لمليشيا الحوثي لكنها ضربات محدودة لم تحقق نتائج حاسمة ويرى مراقب أن واشنطن لا تطمح إلى تحييد المليشيا وإنهاء سيطرتها على الأرض كما فعلت من قبل مع تنظيم داعش فالحوثيون لا يزالون يقدمون منافع كبيرة لواشنطن أبرزها تعقيد الصراع في منطقة جنوب البحر الأحمر وإيطالة آمده يسعى الأمريكيون من خلال سلطنة عمان الوسيط الفاعل وبوابة التواصل بين الحوثيين وواشنطن لضمان أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقة وعلى هذا تعمل على دعم تسوية سياسية تحقق الحوثيين جل أهدافهم تبدو هذه التسوية المرتقبة وكأنها حكم بتمديد سلطة الحوثيين الإرهابية وإجماع إقليمي ودولي على وضع اليمن في خانة الاحتراب الدائم من حيث يبدو أنهم يريدون السلام فلا أحد يأبه لما يحدث في الداخل ولا لما تمثله الجماعة من تهديد جدي ودائم للسلم الاجتماعي حاليا ولا أخطرها على مستقبل اليمنيين أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب بالضيوف الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة هنا في الاستوديو سيكون معنا مراد العريف المحرر في مركز صنعاء للدراسات مساء الخير سيد مراد وسيكون معنا عبر سكايب السيد سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية مساء الخير سيد سامويل مساء النور شكرا يا أستاذ آسيا على الاستدافة شكرا لقناة الدقيس أهلا بك وسيكون معنا أيضا الأستاذ سيف المسنى الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية عبر سكايب مساء الخير أستاذ سيف مساء الخير أستاذ آسيا تحية لك وللعزيز مراد وللسيد سامويل أهلا بكم جميعا وأبدأ من عندك سيد سامويل بداية ما هو تصور الإدارة الأمريكية لشكل السلام ومستقبل اليمن في الأيام القادمة أسف الآن لازم نركز على الجهود المستمرة بتنسيق مع الدولة أخرى كما إشارته عليها في التقرير من الهوثيين من جماعة الهوثي من هذه الحجمات ضد التجارة العالمية ضد السفون ضد الدول المجورة أنا أقول بكل آسف لأن نريد قد من هذا التركيز نريد أن نركز على أمليات الصلاة نريد أن نركز على التفاقات نريد أن نركز على جهود الدولية بإيصال المساعدة المسانية للشعب اليمني ولكن بكل آسف بسبب هذه الهجمات غير مبررة من جماعة الهوثي لازم نركز على الجهود من أهاتي الهجمات إذن نحن نركز على التفاقات كما سمعتكم مؤخرا تمرضنا بعض الأقباط على جميع الهوثي والإطراف التي تدعوهم ونحن نستمر في ذلك أنا أريد أن أكون في تصحيح شيء واحد مقرير أنا أمليات الأمليات أو الحملة الأسكرية الأمليونية بتنصيب الأمريكيانية ليس هناك أي حملة أسكرية أو أي أمليات أسكرية ضد يمن ضد جعب اليمني أو ضد جميع وما الذي حدث إذن إذا كان أنت تقول بأنكم لابد أن تركزوا أو نركز جميعا على جهود السلام في اليمن ولكن الحوثي ما زال مستمر في تهديداته ومستمر أيضا في حروبها الداخلية مع اليمنين فكيف يمكن صناعة هذا السلام بهذه الوتيرة؟ نعم بزط هذا السؤال بزط كيف من الممكن أن الولادة المتاهدة أو الدولة المجاورة أو المجتمع الدولي كلنا تركز على هذه الأملية السلام والجهود لوصوله للسلام داخل البلد عندما هناك هذه الحركات حركات الهوثي جماعة الهوثي التي تقوم بهذه الهجمات ضد السفون في التجارة الألمية في البحر الأحمر ضد الدول الأخرى في المنطقة إذن هذا السؤال بزط وصعب فعلا في هذه الهوثي لنعتيكم ونعتي جمهوركم الجواب عندما جماعة الهوثي تستمر في هذه الأسلوب هذه الهجمات إذن بكل آسف لازم نتعامل مع الأثنين الأمكانية لدينا الأمكانية من ورد المتحدة لإستمرار في هذه المفاوضات في هذه المهدفات بوساطة مثلا مع سطنة أمان ومع دول أخرى في المنطقة لنحاول أن نرى أن هناك أي أمكانية لنرى مفاوضات أو استعنى مفاوضات حول السلام في المنطقة ولكن نحن نبضي كل هذه الطاقة والجهود لمنع الهوثيين فقط من هذه الهجمات الإرهابية ضد الصفون التجارة كيف يتم هذا المنع سيد سامويل إذا قلت في بداية حديثك بأنه لا يوجد حملة ضد الحوثيين فما تفسيرك لتحالف حماية الإزدهار نعم إذن أنا كنت أقول أنه ليس هناك حملة أسكرية ضد جماعة الهوثي من الورث المتحدة هناك محاولة عندما نقرأ البيانات المتقررة مثلا من سينتكوم من القائدة المركزية الأمريكية أو من البنتاجون نحن لا نقرأ من البنتاجون نحن قمنا بشن هجمات ضد جماعة الهوثي بدون أي تبرير لا هناك دائما محاولة لمنع جماعة الهوثي من شن هذه الهجمات عبر الصواريخ أو المصيرات الدرونز لمنعهم من هذه الهجمات إذن ليس هناك أي عملية أسكرية أو حملة أسكرية من الولد المتحدة أو المملكة المتحدة أو المجتمع الدوري ضد الشعب اليمني يمن أو الجماعة الهوثي ورأينا منذ سنتين خدنا إلى هدنة رأينا هدنة في البلد ولكن بكل آسف بعد 7 أكتوبر جماعة الهوثي بدأت هذه الهجمات نعم هدنة لم يستفد منها سوى الحوثي عمليا لكن لو تسألت حول مباحثات تصنيف الحوثي كجماعة أو منظمة إرهابية يعني إلى أين وصلت الإجراءات بهذا الخصوص خصوصا أن جماعة الحوثي لم تتوقف مليشي الحوثي لم تتوقف في تهديداتها منذ أشهر نعم والتصنيف الأقوبات هي واحد من الأدوات واحد من الآلات لدينا وكما نقشنا لدينا الإمكانية عبر الدبلوماسية عبر الردود الفاعل الأسكرية وأمنية بتنسيق مع دول أخرى لدينا هذا التنسيق مع دول كثيرة في حملة الحرس الإستيهار ولدينا هذه الإمكانية إذن تصنيف الهوثيين كالجمال الرحبية واحد من الأدوات لدينا اليمنيون يتساءلون سيد سامويل لماذا الإدارة الأمريكية اتخذت مثل هذا القرار أو مثل هذا الوصف لجماعة الحوثي منذ الهجمات فقط يعني هم بالنسبة لليمنيين وما يقومون به جماعة إرهابية حقيقة وحاولت الحكومة أكثر من مرة لأن تدعو الأمم المتحدة لتصنيف جماعة الحوثي بأنها جماعة إرهابية لماذا لم يتم الأمر نعم إذن لازم نرجع إذن لدينا وقت أنا أريد أن أرجع إلى ما وقعه في بداية هذه الإدارة إذن في بداية هذه الإدارة عندما رئيس بايدن وفريقه وصلت إلى السلطة هم سمعوا بشكل واضح جدا من الأمم المتحدة ومن كل المنظمات غير هكومية ومنظمات خيارية التي كانت تحاولا تقدم المساعدة الإنسانية إلى الشعب اليمني أن هذا التصنيف تصنيف فقط كما نسمي بالإنجليزية FTO جميع الإرهابية الدولية التي قامت بها الإدارة السابقة إدارة ترامب في آخر سبوة من إداراتها فردت هذه الإدارة السابقة هذا التصنيف هذا التصنيف سيمثل أرقلة عميقة وقبيرة عمام الأمكانية للمجتمع الدولي لإيصال وتقديم هذه المساعدة الإنسانية للشعب اليمني ولذلك سبب فقط سبب واحد فقط هذه الإدارة قامت بإلغاء هذا التصنيف ولكن إلغاء هذا التصنيف لا يعني أن هذه الإدارة كانت تتردد من فرد أقوبات أخرى لدينا بعض الأقوبات وبعض الأنوى من الأقوبات من الهكومة الأمريكية وهذه الإدارة لم تتردد من فرد أقوبات أخرى على قادة الهوثيين والتي يمغل الهوثيين وإلى آخرين إذن بعد جمعات الهوثي بدأت هذه الهجمات بعد 7 أكتوبر وبعد دراسة وبعد مراشاة هذه الإدارة اتخذت القرار لتصنيف جمعات الهوثي كجمعات الهرهابية مرة ثانية ولكن في نفس الوقت ليس هناك نفس التصنيف الذي كانت بها الإدارة السابقة كـ FTO لأن FTO سيكون أرقلة قبيرة أمام المجتمع الدولي لإصادة المساعدة الإنسانية للبلد إذن هناك خبراء يرون أن الإدارة الأمريكية فشلت في احتواء الأزمة اليمنية بشكل كامل لماذا برأيك؟ إذن أولا لازم ندرك أن يمن هي ليست ولاية من الولايات المتهدة يمن هي دولة لديها سيادة بكل آسف ليس لديها حكومة واحدة كانت هناك حرب أهلية كانت هناك بعض الأطراف في المنطقة تتداخل إذن ليس فقط على الولايات المتهدة لفرض إراداتنا هذا ليس الماضي عندما الولايات المتهدة كامت بفرض إراداتها على أي دولة لا يمن وشعب اليمني لديهم السيادة نحن نرعى وسمعنا ذلك مرارا متقرارا من المبوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لأنكين أنه لازم في نهاية المطاف الحل الوهيد في يمن يكون حل يمني يمني لازم يكون نهاية هذه الحرب وهذا الصراع في يمن يكون بين اليمنيين الولايات المتهدة تريد أن تكون شريك وتريد أن تكون في تواصل مع الأطراف اليمنية وتريد الولايات المتهدة في هذه الإدارة لحث كل الأطراف للجلوس على التاول ولكن في نهاية المطاف ليس على الولايات المتهدة لفرض إراداتنا على أشعب اليمني إذن نحن سنستمر في هذا التواصل مع الدولة المجاورة مع الأطراف اليمنية ولكن كما ذكرنا في بداية هذه الحوار بدلا من الإمكانية لبدل كل الجهود على هذه الأملية أملية السلام لازم الآن نراقص على الإمكانية أو الجهود لمنع الهوثيين من هذه الهجمات الإرهابية ضد التجارة الآلمية في بحر الأهمر نعم إذن هناك كما يبدو بأن الدور الأمريكي توقف في هذه الأونع وأنه أصبح في دور المتفرج يعني خاصة وأن سلطنة عمان أصبحت بديلا كما يرى مراقبين أو مراقبون عن دور المبعوثين الأمريكي والأممي في اليمن وهي التظهر كوسيط فاعل في الأزمة اليمنية إذن أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة بالنسبة المناقشات ومباثهات الدبلوماسية لدينا مع سلطنة عمان أو أي طرف آخر ولكن من الممكن أؤكد أن بالرغم من التركيز من الوسائل الإعلام الدولية هذه أشرة تقريبا أحدى شهر على الحرب في غازا داخل الولايات المتاهدة وداخل الوزاة التخرجية أنا أرى وأنا أقرأ وأنا أسمى من زملائي كل يوم من المبوث الخاصة من السفارة الأمريكية لدينا لليمن الآن مقيم في الرياض ولكن أنا أسمى من زملائي كل يوم التركيز والإهتمام الأمريكي حول ملف اليمني وحول الشعب اليمني وكيف نحن سنبضل الجهود لإنهاء هذا الصراع في اليمن إذن إذن ما هي تصورات الولايات المتحدة حول أو السيناريوهات التي تراها ممكنة لمستقبل السلام في اليمن إذن نحن نرى أن نحن متفائلين ونحن نرى أن بعد تقريبا سنتين سنتين بالرغم من كل هذه التطورات بالرغم من هذه الهجمات الهوثية على التجارة العالمية بالرغم من هذه الأشياء المأساوية رأينا مع اعتقال بعد الموظفين من سفاراتنا من الوكالة الأمريكية لتنمية دولية من الأمم المتحدة لازم ندين بشدة هذه الأمليات لإعتقال بعدهم ولكن بالرغم من كل ذلك هناك تقريبا تقريبا سنتين من الهدنة في البلد إذن نحن متفائلين ولكن لازم نتكلم المجتمع الدولي ليس فقط الولد المتحدة لازم نتكلم بصوت آلي وبصوت واحد ولازم كلنا أن نقوم بإيدانا هذه الهجمات من الجامعة الهوثي على السفون في البحر الأهمر وأيضا لازم ندين بشدة اعتقال هؤلاء الموظفين الصابقين من السفارة الأمريكية وموظفين من المؤسسات الدولية الأخرى مثل المتحدة نعم إذن شكرا جزيلا لك سامويل ويربرغ المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية كنت معنا عبر سكايب وعودة إليك أستاذ مراد أستاذ مراد يظهر اليوم الوجود الأمريكي في المنطقة غير واضح المعالم بحث مراقبين وستمعت لحديث السيد سامويل برأيك ما هو الدور الذي شكله في الصراع اليمني بالنظر إلى ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعتقد أن الولايات المتحدة الآن تركز بشكل أساسي على الأزمة في البحر الأحمر وهذا ما حدث منذ بدء الحجمات الحوثية على سفون الملاحة البحرية هذا بالتأكيد أعتقد أنه يرسم المشهد الأمريكي في اليمن بدرجة رئيسية صحيح أن هناك طغيرات كثيرة خلال الفترة الماضية التي جرت خصوصا فيما يتعلق في مسألة النظر واشنطن إلى جماعة الحوثيين خصوصا في مسألة التصنيف أو الآن تحسن العلاقة ما بين واشنطن والرياض خصوصا في هذا الملف بالتحديد ربما سيلقي بظلاله على الملف اليمن لكن أعتقد أن واشنطن هي ما تزال مصرة الآن على جماعة الحوثيين لابد أن تعاقب أو لا يكون هناك مسألة الإفلات من العقاب أمرا واردا في مسألة هجماتها في البحر الأحمر صحيح أنها تحاول السيطرة على الصراع في هذا الممر البحري المهم لكن على الأقل الجماعة وواشنطن في مسار مختلف تماما صحيح أن الولايات المتحدة فيما يتعلق في الأزمة الأخيرة والأزمة الاقتصادية كانت ربما أعتقد بوفق معلومات أنها غير راضية على مسألة النهاية التي انتهت بها وخصوصا في مسألة موافقة الحكومة على شروط الحوثيين والاستجابة للمملكة العربية السعودية في مسألة التراجع عن القرارات التي كانت واحدة من القرارات الأساسية لكن واشنطن باعتقادي أنها ما تزال تصر على أن الجماعات الحوثيين جماعة خطيرة جماعة ممكن أن تشكل مسهر مختلف خصوصا بعد أن اكتشفت نفسها في مسألة في محمور المقاومة اليوم جماعات الحوثيين بدأت جماعة مختلفة عادت اكتشف نفسها قادرة على أن تشون هجمات شديدة الخطورة الآن الوضع في الإقليم خصوصا فيما نتوقع الآن من رد إيراني إضافة إلى التطور الأخير وأنا أعتقد أن هذا واحد من الملفات التي سيكون ملفات بارزة في المسألة اليمنية وهو الأزمة الأوكرانية وخصوصا أنه بوتين قبل أكثر من شهر قال صراحة أنه ممكن أن موسكو ربما تسلح الجماعات التي تهاجم الغرب وربما تكون جماعة الحوثيين واحدة من هذه الجماعات وأعتقد أن الآن الولايات المتحدة هي تخشى كثيرا من هذه الخطوة وهذا إذا ما ذهبت فيها موسكو أعتقد أن المشهد سيتختلف تماما وسيكون جماعة الحوثيين قد خرقت عن قبقم كما ممكن أن نوصفه إذن بالذهاب إلى الأستاذ سيف المسنع الباحث اليمني مرحبا بك مرة أخرى أستاذ سيف وأسألك اليمن كبلد تتغذى فيها أطراف الصراع على مأساة المواطن بشكل مستمر كيف تتوقع أن تمضي فيه ملفات التسوية السياسية خارطة الطريق عملية السلام وغيرها بشكل كلي بالحقيقة الآن الملف اليمني هو صار أكثر تعقيدا خاصة بعد دخول الحوثي بعد أحداث السابع من أكتوبر وهجماته على البحر الأحمر وهذا أيضا ما تحدث عنه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ركز على الهدنة ثم ألقى اللوم على الحوثي أنه من قام بتقويض هذه الهدنة بعد الذهاب إلى البحر الأحمر أنا باعتقادي أن ملف السلام في اليمن لن يكون هناك سلاما شاملا يرتضيه اليمنيون ما لم يتوقف الحوثي عن الهجمات في البحر الأحمر وهذا ما تركز عليه واشنطن المتحدث باسم الخارجية هو قال بأن اليمن ليست ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو ليست ولاية وإنما يركزون على السيادة اليمني لكن واشنطن هي من قوضت خارطة الطريقة التي تم الاتفاق عليها بعدما ذهب الحوثي إلى البحر الأحمر ولهذا جعلت الحالة في السلام في اليمن في حالة لا سلام ولا هدنة وهذا أشد من الحرب ولهذا أنا باعتقد أن السعودية التي ماسك الملف اليمني الآن ستذهب إلى الدفع في السلام إلى اليمن تحت أي ضغوطات أخرى أو تحت أي تسليم يكون الحوثي ركيزا أساسيا في الحكم في اليمن وتركز على الجنوب خاصة أن الجنوب الآن ملفا معقدا لدى السعودية وأيضا لدى الإمارات مما جعل هذا الملف يطفو على السطح وأيضا الهجمات الإرهابية التي ضربت أبيا وقد حذرت منها واشنطن قبل أربعين يوما كل هذه الملفات وكل هذه التعقيدات تجعل من أن الملف والسلام أو خارطة الطريقة القادمة في اليمن لن تعطي اليمنيون أي سلام قادم يرتضيه اليمن وإنما سيبقى تجميد الصراع في اليمن حتى وإن توقف الحوثي عن الهجمات في البحر الأحمر أو تم الصفقة التي تعدها إدارة بايدن بما يخص غزة سيبقى تبقى صقوف الحوثي في حالة أكبر وفي تفاوضات تجعل منه يتصرف بطريقة أكبر أو ربما يعطى الحصة التي كان يبحث عنها وتبقى الشرحية اليمنية في صراعات داخلية في الجنوب وهذا يشكل عائقا آخر أمام السلام في اليمن الملف الاقتصابي أيضا ملفا معقدا وإن كانت هناك تنازلات من الشرحية لم ترتضيها الولايات المتحدة بعد أن ضغطت على الذهاب إلى أو ذهاب البنك المركزي ونقله إلى عدن لكن عودة مركزية الصنعاء أو عودة مركزة البنك إلى صنعاء هذا سيشكل عائقا آخر أمام السلام في اليمن من اعتقادي أن هناك خطوات قادمة تسعى إليها السعودية وتسعى إليها الولايات المتحدة لكنها لن تنجز في المستقبل القريب ربما تؤجل أو ترحل إلى الإدارة القادمة بعد الانتخابات الأمريكية نعم إذن بذهاب أستاذ مراد أستاذ مراد من برأيك كيس علي عرقلت أي بوادر لحدوث تسوية سياسية أو بد في وضع الحرب هل الإقليم أم الوضع من الداخل هو مؤقت أسلام هي علاقة مركبة الوضع في الإقليم يفرض بنفسه على اليمن لا يمكن أن تذهب في مفاوضات سلام خلال هذه المرحلة لأنه أعتقد أنه أي صفقة تعقد مع جماعة الحوثيين خلال هذه المرحلة ستبدو وكأنها مكافأة لهم على الهجمات التي شنها في البحر الأحمر وهذا سيقوض كثير من مسألة الدولة اليمنية إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والتي أنتهت بموقف أعلى لجماعة الحوثيين وتنازل للحكومة اليمنية عن كل المكاسب التي حققتها أعتقد هذا يعزز من موقف جماعة الحوثيين وبالنهاية نحن كيمنيين سنكون أمام جماعة ميليشاوية فرضت نفسها اليوم تجد لها متسع وتجد لها قبول من المجتمع الدولي وهذه كارثة صحيح أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي باتوا يرون لجماعة بشكل مختلف لكن على الأقل خلال هذه المرحلة أعتقد أن الإقليم وهذه الأصراعات التي تحدث اليوم لا يمكن أن تنقذ تسوية سياسية في اليمن على حساب هذه التعقيدات صحيح أن المملكة العربية وهي الفاعل الرئيسي في هذا الملف ملف السلام لا يمكن أن يرتب من دون المملكة العربية السعودية المملكة اليوم هي لديها فيما يتعلق في الأزمة اليمنية كثير من التناقضات صحيح أنها موقف الرسمي يعلن أنها تدعم الحكومة الشرعية لكنها في المقابل ذهبت إلى عقل صفقة مع جماعة الحوثين وهذا موقف ربما من الصعب تفسيره لأنه كيف يمكن أن تذهب في صفقة من دون حتى حلفاءك المحليين الحكومة اليمنية فرض عليها هذا الأمر إضافة إلى الأمر الآخر أعتقد أن واشنطن تتحدث صراحة أن السلام بعيد المنال في اليمن وهذا ما قالته مندوبة واشنطن في مجلس الأمن في آخر قلسة حول اليمن وهذا يعزز من الفكرة القائلة أن المملكة أن واشنطن أقصد ترفض عقد أي صفقة مع جماعة الحوثين خلال المرحلة الحالية صحيح أن واشنطن خلال الأيام الأخيرة ربما كان لديها مقاربة مختلفة خصوصا فيما يتعلق أنها عادت وربما هناك تقاري تحدث عنها ستعيد بيع الأسلحة للولايات للمكة العربية السعودية وهي أسلحة الهجومية وهذا للمفارقة هو أول قرار اتخذ بايدن حينما صعد إلى السلطة ومن ضمنها والأمر الآخر هو إزالة جماعة الحوثين من قيمة الإرهاب والآن وهو على وشك مغادرة كرسي الحق يعيد هذه التدابير والإجراءات وهذه ربما واحدة من كيف تقرأ الولايات المتحدة الموقف اليمني وهو أن واشنطن لم تتعلم من أخطائها في اليمن كثير من الملفات التي أدارتها واشنطن للأسف كانت بعيدة تماما عن الواقع صحيح أن واشنطن خلال فترة الماضية سعت إلى أنها تدعم عمليات السلام إضافة إلى كان ما يسمى بالملف الإنساني هو واحد من الأولويات لكن للأسف كل هذا ذهب بعيدا الولايات المتحدة بالتحديد العملية العسكرية التي خاضتها مؤخرا هذه كانت واحدة من المآخذ التي لا يمكن أن يفسر لها وهو كان هناك تصريح ليس هناك أن القادة من المركزية الأمريكية تحدثوا صراحة على أنهم لم يحصلوا على موافقة لتنفيذ هجمات واسعة في اليمن وهذا ربما يعطي جماعة الحوثيين نقطة قوة الجماعة حتى اليوم بعد تقريبا سبعة أشهر من الضربات لم تتأثر لم تتأثر كثيرا وما تزالت هجماتها في البحر الأحمر وأعتقد أن واشنطن فشلت كثيرا في هذا الملف سواء في الملف العسكري أو الملف السياسي هي فقط الآن تحاول أن تبقي الوضع على ما هو عليه نعم إذا بالعودة إليك أستاذ السيف أستاذ سيف يعني ما هي التغيرات المحتملة في الموقف الأمريكي تجاه لمن مع تغير الإدارة أنا أعتقد أن الولايات المتحدة لا تفهم آليات الصراع في اليمن ووصلت إلى نتيجة من الفشل كما تحدث الأستاذ مرال سواء في الناحية السياسية أو في الناحية العسكرية وتعيد وتكرر نفس الأخطاء السابقة وهي الإدارات الأمريكية المتعاقبة هي تمشي على نمط سابق من خلال السياسة الخارجية بما يخص اليمن رأينا ذلك في عهد ترامب ورأينا ذلك في عهد بايدن ربما أن بايدن وصل إلى حالة أفضل أنه ذهب إلى هدنه في اليمن وأوقف بيع الأسلحة للسعودية والآن يعيد بيع الأسلحة وإن كان الذهاب إلى بيع الأسلحة هو مشمول بالتطبيع مع إسرائيل وإعطاء نوع من إشارات إيجابية للسعودية لكن الإدارة القادمة سوى كانت الإدارة الأمريكية أن أتت بديمقراطية أو أتت بالجمهورية لن تقدم أكثر مما قدمت الإدارات السابقة ربما سيعاد تصليف الحوثي كجماعة إرهابية أجنبية على غرار ما قام بها بايدن لأنه وصل الحال إلى أن الحوثي يشكل خطرا أساسيا على الملاحة الدولية وعلى الملاحة البحرية وعلى البحر الأحمر والولايات المتحدة أرتأت أن لا بد أن تؤمن هذا البحر الأحمر ولو أن تذهب إلى عسكرة مفلطة في البحر الأحمر وهذا يشكل خطرا أساسيا وتغيرت النظرة من قبل الولايات المتحدة حول جماعة الحوثي بعد أن كانوا ينظر إليه أنه سيكون شريكا أساسيا في عملية السلام وإعادة التوازن الداخلي في اليمن والذهاب إلى السلام لكن التعنت التي يقوم به الحوثي يعرق الكثير من عملية السلام في اليمن ولن تقدم له الولايات المتحدة أي صفقات أخرى بل أنا ستقف جدارا صلبا ضد أي صفقات تقدم لجماعة الحوثي لعملية سلام شاملة ويعطى الحوثي ما لم يعطى في الملف السياسي ولهذا أنا أعتقد أن هذه المتغيرات الآن التي طرأت على شرق أوسط إن كان بالنسبة للجمهوريين وأتى ترام فهو سيستغل وسيستمر في خطواته السابقة أن الولايات المتحدة لن تكون شرطيا على الشرق الأوسط وأقسى ما سيفعله أن يعيد التسليح للسعودية ويصنف الحوثي كجماعة رابية وتوصل إلى عزلة اقتصادية وسياسية ودولية ربما تشبه أو تشبه ما حدث مع العراقين أو أن يذهبوا معهم إلى تفاوضات بالضغط على الوسطى ببعض التنازلات التي تجعل من الحوثي يتنازل أيضا عن بعض المفاوضات أو رفع السقف المفاوضات التي ذهب إليها ولهذا هذه المفارقة التي تنتهجها الحكومة الأمريكية وصلت إلى حالة من الفشل أنها غير قادرة على حسم الملف اليمني سياسيا من خلال التنازلات ومن خلال أيضا إعطاء الفرص للسعودية أو لليمنيين أن يذهبوا إلى نوع من التطاوم أو من الناحية العسكرية وشم ضربات هجومية تشل من القدرات الحوثية وإضعافها وإن كانت هذه الضربات قد اختلفت عن الضربات التي قام بها التحالف وكانت بنوك الأهداف مركزة أكثر إلا أنها لم تنجح في إفشال ما يقوم به الحوثي وفي استمرار الهجمات ونرى البيانات خلال 24 ساعة تدمير زورة أو تدمير مسيرات مما يعني أن الحكومة اليمنية تعاني فشلا سياسيا وعسكرية واستخباراتيا بما يخص اليمن ولهذا ستبقى الحالة اليمنية في حالة جمود وعدم الذهاب إلى سلام شامل واعتقد أن السلام الذي ينظر إليه اليمنون هو بعيد المنال إذن أستاذ مراد برأيك ما أخذ توجه الذي تتوقع أن تنسق له ميليشيا الحوثي بما يتعلق بمستقبل الوظف في البلد هل الحرب في البلاد أم مصالحة يمكن أن تدخل فيها أنا أعتقد أن جماعة الحوثي لن تنير إلى مصالحة لأن الجماعة خلال الفترة الماضية والتنازلات التي قدمت لها إضافة إلى حالة الإفلات من العقاب مع كل الجرائم التي اقترفتها لن تنقر إلى مصالحة لأنها تنازلات هذه شجعتها كثيرا الجماعة اليوم سيطرت على كثير من مقدرات الدولة الآن تسيطر على تقريبا 70% من المدن اليمنية والجغرافية السكانية لن تقدم لن هذه الجماعة الوصولية المتشددة التي تؤمن بالحق الإلهي لن تقبل بمشاركة الحكم مع اليمنيين ربما جماعة الحوثين خلال هذه المرحلة ربما تقبل بالهدنة التي نعيشها ربما هدنة تؤمن لها على الأقل الرواتب وهذا الضغط المالي الذي بدت فيه من الممكن أنه استهداف هذه الجماعة من خلال خنقها اقتصاديا إذا ما وفر لها الرواتب خصوصا أنها جندت كثير من اليمنيين بعد حرب غزة بعد 7 أكتوبر وهذا كلفها اقتصاديا هذا ربما يكون الملف الوحيد الذي يمكن أن تضغط فيه على جماعة الحوثين لك للأسف فرضت به الحكومة اليمنية خلال الأيام الأخيرة هذه الجماعة أنا أعتقد أنها مسألة المصالحة من الصعب جدا الملف الآخر ملف الحر ملف السبعة لأن المملكة العربية السعودية هي التي كانت تدعم الحكومة اليمنية والتي كانت على الأقل قدمت دعما عسكريا لها الحكومة اليمنية صحيح أن هناك تحدث عن هناك القوى العسكرية للحكومة اليمنية ربما تناقز الحوثيين في أكثر من ملف وفي أكثر من منطقة وفي أكثر من مواجهة لكن أنا باعتقادي أنه خلال هذه المرحلة السبعة ذلك لأنه جماعة الحوثين استغلت الهدنة وهذه العامين في تطوير أسلحتها وتطوير إمكانياتها بشكل كبير المملكة العربية السعودية الإقليم لا يمكن ولا يستطيع وليس لديه القدرة في تحمل الحرب جديدة في اليمن الملف أعتقد سيبقى عالقا في هذه المرحلة ومرحلات اللاسل ومرحلات الأحرب وهذا هو يخدم كل الأطراف الإقليمية يخدم ماشنطن يخدم المملكة العربية السعودية والإمارات كثير من الأطراف التي ندخلها في اليمن أعتقد أن هذا الوضع الراهن هو على الأقل يمثل لها أخذ نفس من خلاله يمكن للمملكة العربية السعودية أن تسحب نفسها من اليمن الإمارات ربما تذهب مع المجلسة الانتقالة إلى ما يشبه أن يسمى دولة وهذا ما يبدو حاصلا حتى الآن سيبقى الشمال في بيت سيطرة اتماعات الحوثيين حتى يمكن أن تنتهي حرب غزة وما يمكن أن تسفر عنه وربما نشاهد حربا جديدة لكنها أعتقدت ستسبقى حربا محدودة محدودة داخل الإطار اليمني وهو الذي يمكن أن يقدم الإقليم ويمكن أن يغضى الطرف عنه وربما نشاهد تقدم منحوثي على الأرجح نعم إذن برأيك أستاذ سيف ما الذي تبقى اليمنين بعد فشل كل الاتفاقيات السابقة لوقف إطلاق النار في البلاد اليمنيين كشعب يمني أم كشرعية نعم اليمنيين كشعب يمني شرعية لا حول لها ولا قوة اليمنيين حقيقة ليس بيدهم شيء الشعب اليمني مغلوب على أمره ليس بيده شيء كان يرتج كثير من خلال دول التحالف التي أتت لأنه خذل باعتقاد أن الشعب اليمني خذل من الجميع خذل من التحالف الذي أتى من أجل إعادة الشرعية ثم وصل الحال إلى تقاسم النفوذ في اليمن وبعد ذلك انسحب التحالف وأبقى الوضع على ما هو عليه ثم بعد ذلك وصل باليمنيين إلى أن يتفائلوا بالحكومة اليمنية وتحدثنا عن ذلك عندما تم قرار البنك المركزي وقلنا أنه المعبقي سيتم حرقه اقتصاديا وسياسيا وهذا ما تم ولهذا اليمنيون أيضا من قبل الإقليم الذي جعل من اليمن دولة مقايضات للصراع في اليمن بعد دخول الحوث في البحر الأحمر ولهذا للشعب اليمني ليس بيده شيئا سوى أنه ينتظر حلول السماء بعد أن فشلت حلول الأرض وأعتقد أن الوضع الأقليمي الرائل وحرب الأقطاب الموجودة في المنطقة والصراعات الموجودة وحرب غزة تجعل الملف اليمني كما هو عليه وسيبقى الشعب اليمني متضررا من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية وسيعاني اليمنيون الكثير من خلال الخضلان الذي عاشوا ورأينا ذلك في تعامى ورأينا في كثير من الأمور عندما تأتي الكوادث الإنسانية سيبقى الوضع كما هو عليه وسيبقى الشعب اليمني هو جذوة هذا الصراع سواء من قبل الحوثي من خلال التحشيد الذي يقوم به بما يخص غزة والإنفاق الذي يقوم به من الملف الاقتصادي وسيبقى الشعب اليمني في الجانب الآخر في حاله من الخضلان الأخرى ولهذا لا أعتقد أن هناك مستقبل مشرق لليمنيين إلا إذا كانت هناك ثورة من الداخل الشعب اليمني ينتفض لكنه لا أعتقد أن هذا قادم وسيبقى الحال كدولة يمنية مشتتة ممزقة ضعيفة من الناحية الاقتصادية الإقليم يرى بأن هذا الوضع هو الوضع الأنسب لأن أي حرب قادمة على اليمن ستجر الإقليم إلى صراعات نعم هل تعتقد أن تتحول منطقة البحر الأحمر في المستقبل محورا لمواجهات أخرى نعم الولايات المتحدة هي تركز على هذا الجانب وروسيا والصين أيضا تركز على هذا الجانب على البحر الأحمر ولأذا سيبقى الملف الملاحة الدولية مشتعلا خاصة من قبل واشنطن ومن قبل الروس والصين وسيتبقى اليمن بؤرة للصراع وأيضا نفقا أسودا إن استطعنا أن نقول لكن أعتقد أنه اللوم الذي يلقى لا يلقى على الولايات المتحدة ولا على الإقليم وإنما تلقى على دول التحالف التي فشلت في عادة الشرعية وفشلت في دعم اليمنين من الناحية الاقتصادية وركزت على حالة الاستراتيجية أكثر من حالة الشعب اليمني ولهذا سيبقى الوضع كما هو عليه لست فائلا كثيرا ومتشائما جدا من الوضع القادم ولكن نأمل أن يكون هناك حلا سياسيا وعسكريا أو حتى اقتصاديا لهذا الوضع ما لم أعتقد أنه ستبقى اليمن كتشبه العراق وتشبه سوريا وتشبه ليبيا يتقاذفها أطراف الصراع ويستغلون أوضاع اليمن وأيضا يجعلون منها قضية أساسية في أي صراعات قادمة ويبقى الشعب اليمني هو المغلوب على أمريك نعم إذن برأيك أنت أستاذ مراد ما السيناريو المحتمل في قادم الأيام يعني لا جماعة الحتيتة وقفت في تهديداتها ولا التزمت بخارطة الطريق ولا شرعية دورها بارز وظاهر واليمنيون يشعرون بأنهم ضائعون بين هؤلاء وهؤلاء أنا أعتقد أن الأزمة الأوكرانية ربما تلقي بضلالها على الأزمة اليمنية بدرجة كبيرة خصوصا أنه ما حدث خلال الفترة الأخيرة ومن دعم غربي لتقدم الأوكران في روسيا أعتقد أنه موسكو سترد بالمثل وهذا صحيح أنه هنا سيكون كثير من التغيرات ستغير كثير من الديناميكيات في المنطقة لكن على الأقل جماعة الحوثين وما يسمى بمحور المقاومة ربما سيكون هو الطرف الذي سيجد على الأقل مساحة واسعة للمناورة مساحة لتقريب أسلحة وهذا بالتحديد ما قاله صراحة الرئيس الروسي بوتين للوكالات الإعلامة الدولية وقال أنه سندعم أي طرف لمواجهة الغرب إذا ما دعمت أوكرانيا بالصواريخ التكتكية وهذا باعتقادي أنه إذا ما حدث فعلا أن جماعة الحوثين ستذهب إلى حرب بعيدة وهذا أيضا يعيدنا إلى تصريحات مسؤولين جماعة الحوثين حينما قالوا أنهم بعد الضربة الأمريطانية والأمريكية في اليمن هم الآن في مرحلة مفتوحة من المعركة صحيح أنه هذه التصريحات ربما تقرأ في سياق دعائي لمحاولة من الجماعة لتشجيع عنصارها أو بوربغاندا إعلامية لكن هذه الجماعة هي تقد نفسها في الحرب أكثر مما تقد نفسها في السلم من الممكن أن الجماعة الآن تفتح هذا الملف وأنها تخوض حربا ضد الولايات المتحدة والشيطان الأكبر وهنما قرأ من هذه التوصيفات وستقود اليمن إلى دورة جديدة من العنف هناك من يقول ربما تذهب اليمن إلى هدنة مستعاه وأن يظل الوضع على ما هو عليه لا نحن في سلم حقيقي ولا نحن في حرب هو ربما أعتقد أن الموقف في غزة سيكون سيحكم أو ستكون المسألة في اليمن مقرونة بالوضع في غزة إضافة إلى الانتخابات الأمريكية وهذه واحدة من أشد الانتخابات التي تخوضها الولايات المتحدة إذا ما صعد ترامب إلى السلطة فأعتقد أن الرجل هذا بجنونه ربما يذهب إلى حرب مختلفة في اليمن وهو قال صراحة أنه سيخوض حرب من جديد وهذه ربما كل هذه الملفات ستعيدنا إلى المربع الأول مربع العنف صحيح أنه لا يمكن للإقليم أن يستوعب حرب جديدة خصوصا المملكة العربية السعودية لكن على الأقل هذه الجماعة إذا ما حصلت على صواريخ بعيدة المدى صواريخ أسلحة جديدة هي ستتحب خصوصا أنها اكتشفت نفسها وعادت تقديم نفسها لمحمور المقام بأنها الآن هذه الجماعة أفضل من حزب الله وأنها قادرة على مهاجمة إسرائيل وأعتقد أن الطائرة المسيرة التي ضربت تل أبيب شكلت مفاجئة لنا من قدرات جماعة الحوثين بالتحديد أعتقد أن الجماعة ستقررنا إلى جولة قديدة من العنف هذا إذا ما كان المجتمع الدولي يريد فعلا لليمن أن تذهب بالتقاه السلام وربما أكون متشائما كثيرا أنه من الصعب الذهاب إلى صفقة للسلام في اليمن ربما لست المتشائم الوحيد كثير من المنين أصبع متشائم للأسف إذن شكرا جزيلا لك مراد العريفي المحرر في مركز صنعاء للدراسات كنت معنا في هذه الحلقة هنا في السيديو الشكر الجزيل لك سيف المسنى الباحث اليمني كنت معنا عبر سكايب أيضا والشكر الجزيل لكم مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد كنوا برعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر